اعتقال القيادية البارزة في الحجد الشعبي قاسم مصلح يثير مواجهة بين الحكومة العراقية وقوات الحجد وفيما تم تداولا با عن تسليم مصلح لأمن الحجد أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن مصلح لا يزال في عهدة العمليات المشتركة وكانت قيادات الحجد الشعبي قد تحركت في بغداد احتجاجا على اعتقال مصلح وطالب رئيس هيئة الحجد فالح الفياض وزعيم ائتلاف الفتح هادي العامري بتسليمه لأمن الحجد لإكمال الإجراءات القضائية معه وتمت عملية اعتقال مصلح وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بتهمة اغتياله للناشط إهاب الوزني وقبلها الناشط فاهم الطائي وأكد مصدر أمني أن عملية الاعتقال لم تستهدف جهة عسكرية أو أمنية وبحسب مصدر أمني يواجه مصلح طهما تتعلق بسرقة أموال منتسبين للحجد الشعبي وبصفقات فساد واغتيال تجار وأيضا صحفيين لكن بعد فترة من اعتقاله انتشر مسلح الحجد الشعبي أمام بوابة القصر الجمهوري في بغداد وحاول اقتحام المنطقة الخضراء تصرف لم يلقى قبولا لدى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إذ أصدر بيانا انتقد فيه المظاهر المسلحة معتبرا ذلك انتهاكا خطيرا للدستور العراقي موجها في الوقت نفسه بفتح تحقيق فوري في هذه التحركات وفق القانون وتشكل كل هذه التطورات أول تصادم حقيقي وفعلي بين الحكومة العراقية وهيئة الحجد الشعبي اشتركوا في القناة